وبعدين انا مش الاب والام برضو مش هيبرقه 24 ساعة ما خلي بالك دول بيوفروا اربع حيطان امان للعيال ايه ما انا مش هروح اجيب القرش وانا مش هقول جنتي كل شو هيدخل عليها قدتها وافتح القدب تعمل ايه يعني انت بتربي بتقدب بتعرف ان فيه مبدأ خلاص ربيت ما تقلقش بعد كده لكن نفرض ان فيه ناس ما لحقتش تربي مش عرفة تربي غلابة في الدماغهم ايه العيل الصغيرين والمراقبة برضو جامحة والدنيا مفتوحة في اللايف انت بتحط النار جنب الكامريت بتحط البنزين جنب الكامريت فلازم يحصل انفجارات هي دي اللي انت بتلاقيها في المجتمع دلوقتي فلازم تاخد من دلوقتي اسباب الوقاية نعم مش اسباب العلاج انت عدت مراحلة العلاج انت اندبكت جوه المسلسل ده لازم اسباب الوقاية من دلوقتي الابهات والامهات ياخدوا دروس توعية وياخدوا الحكومة تعمل رقابة وعقاب وعقاب صارم المنصات دي نفسها نفسها ينزل عليها احكام ممنوع تدخل حد اهل من 21 سنة ممنوع لايف وانت بتفتحه من خلالك لازم يكون مديك بطاطو نوفق ال21 عشان ابتدي حاسب بقى للأسف ثم العيال الصغيرة ده من 10 سنين وبيعراب في فوق الشفرات ويدخولوا عن أي حاجة وثانية واحدة حاجة كويسة جدا لازم يدفعوا ضرائب على الفلوس اللي بتخش لهم لانه لو دفعوا ضرائب على الفلوس اللي بتخش لهم هتدي قدام عيني هنا ليه فيه فلوس كتير ايه السبب ما هو مش بيقدم الزرة هنا الأجهزة عندنا أجهزة الأمن بقت مرأب ده كويس قوي ولازم الضرائب تتاخد على المنصات الفلوس اللي بتخش عشان لما لاقي فلوس كتير دخلة في حتة أوريتش وحركة كتير هنا أعرف ليه انت عندك عينة أمنية قوي ايه الحكاية ما عشان القصة دي يعني كانت مديقاني قوي وانا مش انا بس في مجموعة مهتمة فلما جالي المسلسل أعلى نسبة مشاهدة دخلتي فيه بقلب ما تخضطيش ان معاك كاتبة شابة ممثلين أولادك فيه ممثلين صغيرين جمال 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 قوي ملتزمين جدين مجتهدين مجتهدين جدا يعني عارف أم عشتوا مع بعض تفسي ان فيه معاك عساكر في فعلا بيجوا في معادهم اشتغلوا بيجوا حفظين شطار بروفات من أول مرة الورق كان حلو سمر أنا مبسوطة من المخرجة ياسمين أحمد كامل لأن الفكرة فكرتها ده أول عمل لي تاني عمل تاني كانت عاملة سبع حلات أيوة سبع حلات وده حمسطاش ان شاء الله العمل الجاي بقى تلاتين الفكرة فكرتها فأنا مبسوطة انها فكرت في الفكرة دي كانت ممكن تستسل على فكرة تجي فكرة روميو جوليات تجي لكن حطت ايديها على مشكلة صارخة وموجودة على الصحة ما تمناتش ان المسلسل دا يكون تلاتين حلقة لما غصت في الأحداث كان لازم يبقى تلاتين حلقة فعلا ليه بقى لأن احنا ما تعمقناش قوي في حياة التيك توك وحياة السوشيال ميديا يعني خدناها كده منبرة عشان نتكلم على بقى الأحداث لكن لو تعمقت جوه انت تتخض تتخض من الدنيا اللي جوه انا شايفينها فيه ناس عاديل من 12 ساعة وب13 ساعة لما بشوف بنات بيتمسكوا وبيدخولوا السجن وبتحكى معاهم بسنتين والتلاتة بسبب أفعال فاضحة أو تصرفات غلط لن أخفيك أنه بيبقى عندي جزء تعاطف إنساني والتماس العذر بالإغراء المادي وعدم الاستعداد للمواجهة هذا العالم الجهل الضعف الانشغال الأبوين الظروف الاقتصادية كل ده حاجات بتأثر على الجانب الآخر من نفس العيال اللي بتتمسك وتتحبس نتيجة سوء استخدام السوشيال ميديا هتلاقي ناس تانية ماشي كويس بتستخدم كويس جدا كمان ومحترمين وعندهم محتوى محتوى علمي ومحتوى ثقافي وبيعليهم ورأيهم لدرجة من يوم متابعين وبيعملوا لايف وانت بتستنى معادهم وتشوف حلقاتهم وبتعمل لهم لايكات ووصلوا دلوقتي المحاطات بتاعتهم بتتعتها مليون واربعة مليون طب لما تحط كويس اهو اللي عاية تستغل السوشيال ميديا وتشوف الجاهل التانية او الجهلة التانية اعمل مقارنة بقى عشان تعرف أسباب الخلل فين الناس زي من عندنا طبعا الممثل الكوميدي ده خفيف وكده لما يقعدوا يشوفوا جانب دماغ بقى ولا انا مش زي وانتوا فاهمين بطلع هارج ويلعب انا جد قوي حتى اسأله شاشة هو بص والجانب الكوميدي ده بيضغى عليك غزبا عنه بتبقى انت شخصيتك كده تسخر من الاحداث لا فيه موصلين الكوميديين حياتهم كانت كئيبة جدا وما كانوش بعرفوا يبتسموا بره البلاتو زي من شل شابلن ياسماعين ياسين لناس كتير كان عندهم مقاسف حياتهم خارج البلاتو بتاع التصوير اه بس انا مش متخينة شل شابلن ده ولياسماعين ياسين بخفة الدم دي يعني وانا عايش معه في بيته ومسلا ولا انا وجرته مش هيدحك كان عندهم مقاسف كتير كان عندهم مقاسف كتير لو قعدنا نحكي مش هنخلص يعني